السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولم يلجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد الأميرة للا سلم تنال إعجاب المغاربة بصورة مع والدها وإشادة بالشبه بينهما البقالي يحمل آمل المغاربة لتتويج بالذهب الأولمبي اليوم الأربعاء في نهاية 3000 متر موانع السكيتيوي يكشف سبب الهزيمة أمام إسبانيا القضاء البلجيكي يصحح خطأا استخباراتيا ويسمح بعودة أشهر إمام مغربي ومنحي الجنسية نعوم يعلق على التقرير الأخير لغوتيريتش حول الصحراء المغربية الرقراجي شتت دين المنتخب الأولمبي ومختصون يحملونه سبب الخسارة أمام إسبانيا نشرت صورة تجمع الأميرة للا سلم بواليدها حميد بن ناني وعرفاق البحري الذي سبق وعن شارك الصور عبر عسابه الفيسبوكي في فترة سابقة صورة الأميرة للا سلم وواليدها بتدوينة جاء فيها كيشي شبه بن الأب وابنته الأميرة للا سلم والرجل طيب الذي تشرفت بمعرفته وصداقته سي حميد بن ناني سلم بن ناني أول لقب الملكي الأميرة للا سلم العاشر من مايو 1978 هي السيدة الأولى بالمملكة المغربية تنتسب سلم إلى عائلة فاسية فأبوها بن ناني من أحد بيوت فاس العريقة وأمها متوفات من بيت الفاس الفيري الذي يعتقد أنها أسرة تنتسب إلى المارينيين الأندلسيين العلع عبدالعويين الفاسيين من عقب السلاطين الموحدين ملوك المغرب والأندلس هي زوجة الملك محمدين السادس ملك المغرب وهي مهندسة كومبيوتر يحمل البطل الأولمبي والعالمي المغربي سوفيان البقى لأمال المغارب للتتويج بالذهب الأولمبي عندما يشارك اليوم الأربعاء في نهاية سباق 3000 متر موانعه ضمن أولمبياد باريس 2024 ويترقب الجميع مشاركة البقالف النهاية المقرر اليوم بداية من الساعة الثامنة وثلاثة واربعون دقيقة بتوقيت غرينيتش حيث سيشارك إلى جانب مواطنه محمد سندوفت الذي حل أولا في التصفية الثانية للسباق وسيسعى بدوره للصعود إلى منصة التتويج وكان سوفيان البقالي قد توج بالميدالية الذهبية في أولمبيادة توكيو 2020 وسيسعى للبسط سيطرته على سباق 3000 متر موانع من خلال تحقيق ذهبية الأولمبيادة الثانية وينتدر الملايين من المغارب مشاركة سوفيان البقالي في النهائي لإنقاذ ماء وجه المشاركة المغربية في الأولمبياد عقب خسارة منتخب كرة القدم رجال في نصف النهائي أمام نظيره الإسباني بهدفين لواحدة عبر تاريخ اسكيتيوي مدرب منتخب المغرب الأولمبي عن خيبة الأمل التي تنتبه إلى جانب اللاعبين خسارة بطاقة العبور إلى نهائي أولمبياد باريس 2024 وقال تاريخ اسكيتيوي في تصريحات صحفية يوم الاثنين بعد الهزيمة أمام إسبانيا بدأنا المباراة بالعديد من الأخطاء التقنية كما كان هناك نوع من التصرخ خلال السلامنا للكرة حيث كنا نرغب في الوصول إلى الأمام بطريقة أسرع وهو ما تسبب في إضاعتنا لمجموعة من الكرة وتابع الناخب الوطني دخلنا في أجواء المباراة تدريجيا لنتمكن من تجهيل الهدف كان تعاملنا مع المواجهة بعد التجهيل جيدا إلى غاية استراحة ما بين الشوطين وزاد سكيتيوي ارتكبنا خطأ ومنح إسبانيا هدف التعادل وكنا في غنان عنها في موقع مثل هذا كان بالإمكان تشتيس الكرة نحو الأمام كان لا يجب أن نجازف وتابع المدرب نفسه الهدف الثاني سجل علينا في لحظة سهوه خلال وقت قاتل الأمر الذي لم يسمح لنا بأن ندفع بأوراقنا الهجوم لتعديل النتيجة رغم أننا حاولنا ذلك لكن الوقت لم يسمح لنا بتحقيق هدفنا واختتم حديثه على العموم الخير فيما اختره الله صحيح أن هناك خيبة أمل كبيرة ولكن هناك ميدالية علينا الفوز بها وبالتالي وجب تغيير الجو العام نحو هذا الهدف حتى نكون على الأقل قد حققنا نجاحا بمجيئنا إلى البطولة والذي لا يمكن أن يكون إلا بتحقيق الميدالية وحجز المنتخب الإسباني بضاقة التأهل إلى نيائي مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبي باريس 2014 بعد فوز على المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بهدفين لهدف ضمن مباراة النصف على عرضية ملعب فيلودروم بمرسيليا الفرنسية الجديد بالذكر أن المنتخب الإسباني سيلتقل منتخبا فرنسي بينما سيواجه منتخب مصر بمباراة الترتيب التي ستجمعه يوم الخميس بفرنسا قاضت محكمة بلجيكية مؤخرا بالسماح للشيخ محمد التشكاني بالعودة إلى بلجيكا ومنحها الجنسية البلجيكية على الفورة يأتي ذلك بعد الكشف عن ارتكاب أجهزة الأمن البلجيكية لأخطاء في تقييمها السابق مما أدى إلى إيقافه في عام 2021 وسجل فريق تحقيق أو ما يسمى باللجنة أغى أخطاء كبيرة في إدارة الملف من قبل جهاز الاستعلامات وبحسب القاضي فإن الاستعلامات بالغت في تقدير خطورة التشكاني وزير الدولة لشؤون اللجوء والإجراء البلجيكية كان قد سحب قبل عامين تصريح الإقامة من الإمام المغربي محمد التشكاني كبيرة أئمة مسجد الخليل في مولين بيك الحي الذي يأوي أكبر جارية مغربية ببلجيكا علق المحلل السياسي عبدالفتاح نعوم على التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة عنطنيو جوتيريتش وقال في تدوينة له في تقرير الموجه إلى الجميع العام عثار جوتيريتش عبثية مواصرة لجنتيها لاتمام بالصحراء المغربية خارج أي معنى تنفيذي أو إلزامي مؤكدا على أن النزاع ونزاع أمن وسلم مفردا كامل تقريره للحديث عن قرارات المجلس ومعطيات الأمن والسلم التي تتراكمت خلال الفترة التي يغطيها التقرير بشكل غريب ظهر وليد الرجراج مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم في أرويقة تبديل الملابس وهو يدلي بنصائحه لعناصر المنتخب الأولمبي في اللقاء أمام إسبانيا وهو ما أثر على أدائم الفنية حسب الاختصاصيين لتشتيته أذهان اللاعبين في مباراة مصيرية بأولمبياد باريس الصورة التي تم تدولها بشكل واسع أذارت الرجراج ويعطي تعليماته لبعض عناصر الأولمبي اعتبر المختصين تدخلا في شؤون لا تهمها في الأولمبياد بقدر ما تهم الإطار الوطني التاريخ سكيتيوي المسؤول الأول عن كتيبة المنتخب الأولمبي في رهلته بباريس وأثر تدخل الرجراج حسب المتتبعين ونشطاء الفضاء الرقمي على المردود الفني للعناصر الوطنية التي فاجأت الجماهير المغربية لرجوعها إلى المناطق الخلفية مع بداية الجولة الثانية وهي الخطة التي أزمدها الرجراج وأظهر بشكل كبير في مونديال قطر وحمل مختصون في شؤون المستدرة عن ناخب الوطني وليد الرجراج مسؤولية الخسارة أمام المنتخب الإسباني والتي ترافقت مع ضعف شخصية سكيتيوي في مباراة كان بإمكان رفاق أخماش تقديم الأفضل لو لا التدخل الخارجي وتشتيت الدهن فيها من قبل الرجراج والتي زادها شروط ذين أسكيتيوي في المباراة وكان الرجراج قد تدخل سابقا في مباراة الأرجنتين من المدرجات وعي الصورة التي تنقلت عدسة الكاميرا العالمية وعاب عنه الكثير من المتتبعين تصرفات غير اللائقة بمدرب قاد أسود الأطلس إلى المربع الذهبي بمونديال قطر وهذا المنتخب المغربي الأولمبي فوزا تمينا للمنتخب الإسباني الذي عرف من أين تؤكل الكتف في مباراة نسفينيائي أولمبياد باريس بهدفين مقابل هدف واحد ليخسر المغرب حلم التتويج بالذهب في لقاء كان فيها المغرب سباقا للتشجيل أمام جماعير غفيرة سندت رفاق حكيمي قلبا وقالبا بملعب فيلودروم بمرسلية الذي ذكر المتتبعين بملعب أرض الوطن بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر